بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنكمل مع أدوات الفوتوشوب ونكمل على مجموعة من الأدوات الجديدة الهدف من الدرس النهاردة ان نتعرف على أداة الفورشاة وهي البراش تول ونتعرف على أداة السدال اللون اللي نسميها الـ Color Replacement Tool ونتعرف على أداة المسح وهي Eraser Tool هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الفوتوشوب طبعا مجهة الصورة عشرة سنة هتقدر تشغل عليها وكده أو انت هتشتغل عليها صورة مفيش مشكلة عندك بالنسبة للبراش تول يا جماعة الاختصار بتحقيقها من لوحة المفاتيح هو حرف الـ B لو ضغطت بي من لوحة المفاتيح هبصت للبراش تول جات معك مثلا عند المسحة كبيرة شوية فانصغر البراش كده هتي براش تول معك بها زي الشكل ايه البراش تول البراش تول عبارة عن أداة رسمية يعني انت ممكن ترسم بها على الصورة مثلا على الصورة القصية بتاعتي لو انا جيت ورسامتك كده باللون المختار هتلاحظ ان البراش تول شغال او بترسم ايه ترسم معك تمام كده طيب على ممكن نتحكم في الصيزة الطاحة من هنا نفتح الحجم لوقت وبتيتكبر مثلا حجم بتاع كيبر اصغر الحجم بتاع ايه الصغر في عندك برضو اختصام من لوحة المفاتيح حرف البراش استES يمكنك حرف البراش ي автом sitting وه Ledger A يوا maxim حرفاتنا حرف البراش يامك الحديد تمام كده يعني بداخله بنسبة للفراش طبعا ايمناتها غير محدودة abraج ايه أكثر كديم usando البراش تعمل ملك طابعي نوع فرشة التي ترسم بها في هذا الشكل تختار الشكل هناك أدوات بدأت تطلع الفترة الفاتية خاصة بالرسم عن طريق القلم أجهزة مختصة في موضوع الرسم الأجهزة يتراوح سعرها من 300 ريال لحوالي 1000 ريال لكن بدلا أن تستخدم الموصف في عملية الرسم بالفرشة فهو يدوك لوحة رسم إلكترونية مع قلم إلكتروني وانت ترسم كأنك ترسم بزغط على ورق والرسم بتاعك موجود هنا ويكون البراش بتاعك سنسيتف لحركة الألم على اللوحة التي ترسم عليها هذا لكي تعرف كيف تستدم البراش تول لكن انت ممكن تستدم الموصف وتشتغلت بها وتختار أحجاب مختلفة أو أشكال مختلفة في الرسم بتاعك وتبتدي ترسم كما أنت عاوز على الشكل اللي أنت عاوز تمام كده؟ طيب مثال بسيط لو أنا حبيت مثلا أزود الفرش يعني أنا عندي هنا فرش موجودة هي طيب الفرش دي هل ممكن أنا أزودها؟ فهي ممكن تزودها يعني ممكن تفتح السهم دوت وتدور على الأمر اللي اسمه لود براش طبعا في براشز وفي فرش كتيرة على الانترنت موجودة بشكل كبير يعني أنت ممكن تحملها وتبتدي تشتغل بها بس أنا هعمل تراجع كنترول وقت يزلطي كزا مرة عشان نرجع على الصورة الأصلية بتاعتنا عشان نحتاجها بعدين وهنشوف اللود براش من هنا نختار أعمل اللود براش على سطح المكتب أنا مجهز طبعا مجموعة من الفرش أنا حملتهم من الانترنت في الدرس السابع الدرس السابع حين هاو مثلا لو أنا أخذت مثلا على سبيل المسال فرشة البلود براشز دي قطلوا لود لو نزلت تحت خالص كده هتلاقي حمل لي مجموعة من البراشز ديت لو أنا اخترت مثلا ولكن اللون الأحمر بس بالشكل دوت مثلا حاجة زي كده وجيت مثلا صغرت الحجم طبعا فرشة الحجم في شرشة كبير قوي ولكن دوت وجيت رسمت كده طب لو كبرنا شوية كمان وخدنا فرشة تاني مثلا ولا سبيل المسال مثلا هناخد الفرشة دي كبير قوي تخليها صغيرة شوية وعلى كونديات مثلا وخلنا يا رجل دموي في هذا الشكل كده انت حملت فرشة وصلا تشعلت عليها تبدأ ملف جديد وتشتغير عليه وتبتدي على حسب خيالك ماديك يعني أنا مثلا فتحت مثلا هنا فتحت مثلا درس السابع على هنا مثلا وفتحت مثلا الصورة دي نقوم بتحديد ثم نقوم بتحديد ثم نقوم بتحديد الآخر دعنا السابع على سليل دي سعب أبد وقام باستخدام الفرشة ديت مثلا ولكن مثلا نقوم بتحديد ثم كمان كده كويس عملنا كده اهوات مثلا خدنا فرشة ثانية واخدنا رسالة ثالثة طبعا Nas οιISS يعني. انا عندي بس خطوص كتير لفع عشان كده الجهاز بيحمل يعني بطء شوية. الجهاز ميت اساسا. يلا عم بحق. وبدأ يحمله. هذا المؤشر بتاعي. واكتب مثلا دماء على قريط الطريق. طريق. تمام كده. وهنا نغير الخط الدوات. مثلا نقوم مع معقول شوية. يعني انا مستخدم خط مشهور هنا. وهنا نقوم بالخط الده. وهنا نقوم بالخط الده. نشوف الخط الده مثلا. وهنا نقوم بالخط الده. طبعا ان انت تسمى لازم يكون لديك مجموعة قبيرة من الخطوط عشان تعيلك في موضوع التصميم. اوكي. هل نقوم بالخط الده. الاعباد. مساثة بمثال. هنضيها من المؤثرات بتاعتنا. الاف اكس. نضيها مثلا دروب شادو. دروب شادو. والذي الشكل. وكده اعتبر صممته ايه. صممت تصميم بسرعة عن طريق الفرع. وكتبت نص على خلفية اسمانتية وكذا دعطتني فكرة ان فرش ممكن تعملي حاجة كويسة هناك فرش تانية مثلا فرش السمع نعمل ملف جديد ونختار أي حجم مثلا ونضيها مثلا لون مثلا نختار مثلا لون ازرق مثلا مع لون تاني ولكن هنزرق خفيف مثلا نضي له اخاف شوية دعني اقرب الابيض كمان اقرب الابيض نضي له اقرب الابيض معنش اجاز تانية شوية لكي تحمل على اقرب الابيض فبالبا يحمل ما ياخد قد شوية نضيه افضل ونقوم بعمل ونرسم مثلا يعني كان ناخد فيها سماوية وهنيجي هنا في البروشيس وهنختار مثلا لود للبروش وعندي هنا مجموعة البروشيس اللي هي خاصة بالكلاوتس يظن هي موجود هنا بوكيت زينا الكلاوتس فيه كلاوتس هاي الكلاوتس اللي هي اعتبر صحاب يعني مثلا في واحدة في واحدة تانية هنختار دي مثلا هنختار البروشتول ونشوف الكلاوت تحت هتلاقي اتحملت من تحت دي اشكال الكلاوت طبعا نختار اللون البيض ولكن مثلا زي كده شايفين يا جماعة كده كلاوتس هتديني مثلا مؤسر السحب كلاوتس تمام ممكن برضو استخدم اي اداة مثلا اداة الرسمة بتاعت اداة الرسمة خاصة بالشيبس ديت هو اعمل مثلا اي شكل زي كده ربق ابيت مزران زي كده ورسترائز اعمل له الرسترائز وطبع عليه مثلا فلتر زي فلتر الموشن بلور بلور اختر الموشن بلور مثلا زي كده حركوا زي كده اخفف البلس ديت باز الشكل اكتب مثلا النص كده عملت طبعا كلاوتس فوق ممكن اعمل كلاوتس تاني عن طريق فورشة برضو نختر هنا نصر هنكبر الحكم عن طريق مفتاح الدال ولكم هذا الشكل هنكتب مثلا بعدات النص فوق هنكتب مثلا فوق هنكتب مثلا هميات الاستحاب مثلا ونخلق كلاوتس تاني سوري توسيط احواط ميزا الشكل شكرا هنكتب نصر كثيرا ممكن نصغر الكلام هَزا الشكل ممكن يدعو إحداء حجم مختلف خط مختلف خط مختلف هذا الشكل الخط احضر مجموعة G A G A C خلص 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 طبعا نخلي ده فوق عشان يبقى ظهر شوية ونخلو اللون بتاعه ابيض خالص ابيض خالص تمام وكمان لو فيه فلتر ممكن فيه اف اكس ممكن نطبقه اللي هو الغلوم حاول نشوف كده الاسبريد بتاعه الغلوم بتاعه نخلي ابيض تمام برضو ممكن يعمل شغل بهذا الشكل دروب شاده برضو ممكن يعمل شغل بهذا الشكل تمام معك شغل الكلام اللي انا كتبتهم دولة انطر يمين البراشيس يجب البراشيس فيها قوة هائلة لا يستهان بها طيب ده بالنسبة لبراشيس طيب نعمل نعمل تكنترو وقالت وزدت ونقلت الرجوع للالوان الكتيرة اللي احنا حطناها ديت على الصورة الاسية تمام ونشوف الاداة التانية اللي هي تحت البراشيس برضو اللي هي اداة نعمل تلك الأخرى نعمل تتخيل انا اعاوز ان اغير شكل الرجل مثلا انه نديره لون خشي اوزرع زاكت يبقى رجل مزرق تمام ونكبر شوية الفرشور ونبدأ نرسم نرسم شايفين شايفين التأثير يبقى لا ده دي يعني مش بترسم بقى رسم دي بتعملك ايه ده انت يعني بتعمل بتعمل للقلر نفسه عن طريق الكلر اللي انت بتختاره فين في البون الامامية معناها ان هي بتديك لون زي اللون ده اللي انت بختاره بحيس ان انت تقدر ترسم به على الشكل بتاعك ويبير الراجل ده طبعا يعني راح في دهية ووصبح لونه ايه ازرق بهذا ايه الشكل تمام ده اداة الكلر ريبليسمينت ايه تول تانيها تحت البروش سوط فيه حاجة اسمه الكلر ريبليسمينت تول اللي هي اداة ايه اداة استبدال اللون نيجي بعد كده فيه اداة ايه الماسح الاريزر تول ده اختصارها من لوحة المفاتيح حرف اي او ضغطت على حرف اي من لوحة المفاتيح بهذا الشكل هيتطلع لك الاريزر تول نفس الاريزر تول زي ازاها زي ادت فرشة بس هنا بقى ايه ده بتمسح خاص يعني انت اصلا بتختار حجم الفرشة بتاعك اللي تريد ان تعود ان تمسح به ومتبتدي تمسح تمسح مسلا جزء من الصورة شايف كده هي تمسح جزء الصورة خاصة طبعا هنا عشان ما فيه الشفافية فالمسح بيكون على لون الخلفية المسح بيكون على لون ايه الخلفية يمكنك تغير حجم الفورشة نفسها او ان تختار المود الذي تمسح به فيه البراش و فيه البروك بلوك مربعة اطرافها مربعة بهذا الشكل كمان انت ممكن تغير في الشفافية بتاعت المسح نفسها طبعا هي مشابانة لكن ممكن تتبع في صور شفافة شوية تغير الشفافية بتاعت المسح بتاعت الاستيك بتاعت المسح شوف هتلاحظ كده ايه الشفافية تغيرت فين في عملتي المسح تمام فيه برضو الفلو اللي هو يعني بدرجة الرش بتاعت الفورشة يعني انت ممكن تستطدمها برضو في بعض المؤسرت وبكده نكون غطينا الأداية بتاعت الفورشة طبعا نحن نغطيناها بشكل كامل بس احنا نغطيناها بشكل مبدئي اداة الفورشة وكمان اداة الـ color replacement tool وادات الـ eraser tool وادات الـ eraser tool